السلام عليكم قبل لا أبدأ قصة اليوم أنا عندي إعلان بسيط إلى جميع أصحاب المحلات والمطاعم والكفيهات أنا مستعد أسوي لكم إعلان مجاني ما ناخذ منك ولا فلس لكن مقابل أنك تمنح يوم فري أو يوم مفتوح لمتابعين أو تقديم الهدايا للمتابعين سواء كنت في جميع الدول العربية ما عليك إلا أنك تصور محلك وترسل لي الفيديو وأنا أنشره لك وتحط أرقامك وتحدد اليوم اللي المتابعين يجون عندك ياخذون يوم فري مثلا تشوف لهم طريقة مقابل الإعلان يحب يتواصل مع مدير الإعلانات موجود رقمه في أسفل الفيديو وكذلك بالوصف وهو في جميع الأكاونتات في السوشال ميديا قصتنا اليوم احصلت في اليمن في منطقة ينقال لها شرعب هذه شرعب في محافظة تعز بجانب شرعب في قرية صغيرة وكذا والسيارات ما توصلها لأنها في مكان يعني حواليه منطقة يعني وعيرة فكانوا الناس يستخدمون يعني الدواب ويستخدمون كذلك الدراجات النارية فكان في واحد شباب ينقال له وليد عمره بالعشرينات وليد هذا كله ممه قال له يا أمه أنا صراحة يعني ما عندي وظيفة وما عندي مصدر للرزق يعني فأبشتري دراجة نارية علشان استخدمها في توصيل الناس لأنهم يستخدمون دراجات في التنقل والسيارات ما توصل وفي مردود من هالشغلة هذي قالت له حاضر قامت وباعت الأرض اللي ورثتها من زوجها الله يرحمه واشترت الدراجة النارية حق وليد قام وليد ما شاء الله يطلع خير من رب العالمين وهو الولد بعد أخلاق يقام يوصل الناس من المدينة إلى تعز إلى شرع بنفسها الوسط المدينة يعني إلى قرية ورايح رادي ووصل الأغراض ما شاء الله فقام الصبح يكمل دراسته ومن بداية العصاري لين منتصف الليل يرجع البيت ويرجع معاه ما شاء الله يعني مدخول طيب جدا واستمر على هالحال والناس قامت تحبه وتعتمد عليه في تنقل يعني أو يجيب لهم أغراض وكذا عنده صديق ينقل صقر هذا صديق من المراحل الأولى في الحياة ودائما يعني بينهم عيش وملح ورفجة قديمة هذا صقر يعني تضايق الحين صديقة وليد اللي كان دائما مسليه ويقعد معاه ويطلع ويروح ويجي مشغول وعنده ما شاء الله يعني هالدراجة النارية تطلع لخير فبدأ يغار من صاحبه فراح كلم أمه وأبوه ويحن عليهم وابي دراجة نارية حال حال صاحبه وليد ويطلع وكذا وخير وما شاء الله أموره قامت تصير يعني المادية ممتازة وقال هولا ما عندنا الدراجة النارية اللي انت تتكلم عنها تحتاج مبلغ كبير يعني مو كل واحد يعني هذا وليد أمه باعت الأرض وشترك احنا ما عندنا شيء مبيع احنا على قد حالنا يا صقر المهم قاعد يتشك حق صديقة وليد بالليل بعد ما أرجع وليد من الشغل وقاعد معاه وسوالف وكذا قال والله صراحة يا وليد أنا ودي أشتري دراجة نارية وكلمت أمي وابوي وكذا ودي أشتغل مثل شغلتك وما شاء الله أنت أمورك ماشي ومن هالكلام قال وليد زين سمعني أنت صديق العمر أنا بساعدك قال شلون قال شوف أنا الأشرة الماضية هذه ما شاء الله طلعت خير من رب العالمين من هالدراجة والناس تحبني وعندي زباين وقمت أشتغل مو بستوصيل يعني ناس أوصلهم وأجيبهم لا حتى أغراضهم أوديها وأجيبها قال زين قال أنا طلعت مبلغ لكن يحتاج لي شوي بعد كم شهر وراح يكتمل عندي مبلغ أقدر أشتري لك دراجة نارية جديدة قال صقر زاك الله خير قال يبقى يشتري لك الدراجة وتشتغل فيها واللي طلع من الأرباح بالمناصفة بيني وبينك قال ما في مشكلة أبد شورك وهداية الله وزاك الله خير وفعلا ويقوم وليد ويشد حيلة أكثر بالشغل وقام مرات ما يرجع بيتهم إلا على وجه الفجر علشان ما يردحت كل واحد يقول له أبيك توصل أبيك تجيب لي غراض أبيك تودي كذا ما يقول له يبي يكمل مبلغ وفعلا بعد شهرين ثلاثة ويكتمل المبلغ وياخذ صاحبه صقر ويودي إلى وكالة بيع الدراجات النارية ويقول له أخذ الدراجة اللي تبيها واشتراها وقام يشتغل صديقة صقر هذا يشتغل من صوب وهذا يشتغل من صوب وعطاه بعد وليد من الزباين اللي عنده وعرفه عن ناس وكذا وتوسعه في العمل أول أيام صقر يعني يطلع مثلا أربعين ألف ريال يمني ثلاثين ألف ريال مثلا من الشهر يجيب حق وليد آخر الليل بعد الصلاة اللي عشو وكذا يعطي وليد النص يعني خمستعش ألف ريال أنا والله ما أدر بالضبط كم يطلع بس هذا أول أيام يعطيه خمستعش ألف عشرين ألف يتناصف هو ياهل الأرباح أول يوم ثاني يوم أول شهر شوي شوي تغيرت الأحوال بدأ صقر أول أيام يعطيه خمستعش ألف يعني الأجرة قام يعطيه باليوم خمست هلاف ريال يسأله وليد ليش يقول الشغل خف مو مثل أول قال ما يخالف ومرات يجيه يعطيه ألف ريال يقول لي صقر شنو ليش صاير يقول يا أخي أنا كنت تعبان مريض وكذا وما قدرت أشتغل كثير قال ها إذا تعبان لا يبقى أهم شي سلامتك ويومين ثلاثة ما يجيب شي يقول أنا ما نزلت للشغل وعلى هالحال وهذا صقر يعني صديق عمري يعني ما يقدر يتزاعلون على فلوس وكذا ومؤمن فيه وأم وليد ش تقول لها تقول لي يا ولدي أنت يعني تعب هالسنة اللي فاتت هذا كله كله شلت وعطيت حق صاحبك شريت لدراجة والحين صاحبك يعطيك الفتاة يعني إلى الآن حتى ما يعطيك يعني عشرة بالمئة من قيمة هالدراجة يقول يا إما ما يخالف هذا صديقي وكذا وحالتهم صعبة ويشتغل يعني مع أهله ويصرف عليهم يعني لازم راعي شوي وبعدين عنده ظروف الرجل يعني قالت يلا ما في مشكلة بعد أشهر لا قام يجيب له 500 ريال مرات 100 ريال مرات ما يجيب له شي إلى أن طقة تشد عد وليد ويمسك صقر قال يا صقر يرحم والديك ترى أنا هم عندي التزامات وعندي بيت وكذا أمي أصلا باعة أرض عشان تشتري لهذه الدراجة واللي طلعت تشريت الكفيدة الراجعة علشان تساعدني مو علشان قال شا سوي لك وأنا كذا ما في شغل يخي زعجنا تعال خذ الدراجة مالتك ما بيها ويرمع على وليد الدراجة هالكلام هذا مر عليهم أكثر من سنة عطل وليد الدراجة ولا الدراجة ما تشتغل ضرب المكينة مالتها يعني تصليحها مؤقل من 70 80 ألف ريال يعني حتى الحين الدراجة ما تسوي حتى ربع القيمة اللي اشترها فيه وليد قال وليد يا صقر الدراجة تحتاج إلى تصليح مؤقل من 70 ألف أو 80 قال أنا من وين يجيب قال لا أنت حبيبي خلينا نكون صريحين مع بعض أنت ترى طول الفترة ونتاكل علي الفلوس وأنا ساكل عشان صديقي الحين أنا ما أبي منك شي يا أخي علق أصلح لي يا أقدر أبيع أقدر أسوي شي أجر حق قال يصير خير رح رح ودي محل تصليح وبعدين كلمني ودي محل تصليح صلح جاء بي استلم قال الرجال وين الفلوس قال ليش صقر ما أعطاك قال لا يبقى ما عطاني راح صقر قال لا من قال لكني أعطيك أصلا أقول تراك أزعجتني يلا أذلف وما أبي أشوف ريعة وجهك عندي مش همن عنده وليده هو مقهور على الحركة اللي سواها صديقة يعني كأنه خوان فيه شو سوى يبي يبرد جبدة يبي يطلع الحرة اللي فيه ويقوم ويأجر له ثلاثة من المهمشين عندهم في القرية هذول مثل البلطقية اللي ما حد يعرفهم مش خصتهم شو نشتغلون ما عندهم يتسكعون 24 ساعة قام مسكهم وليد قالهم شوفوا فيه واحد ينقال لصقر أبيكم تمسكونه وتكسرونه وتكسر وبعطيكم 4000 ريال قالوا وين هذا وفعلا ويمسكون صقر ويكسرون وتكسر طبعا ليش سوى وليد الحركة لأنه اكتشف أنه صقر شاري دراجة نارية جديدة بفلوس الأجر اللي كان يطلح ولي كان مخبيها عن صديقة وقام ينافسه بالزباين وقام ياخذ زباين وليد وليد ما تحمل راح أجر هالناس علشان يكسرونه فعلا طقوه طق وتركوه في الشارع قام وليد بعد هالسالفة ويتصل على صقر قال له هذه رسالة مني لك علشان تأدب وعلشان تصير إنسان محترم يا الغدار ياللي فيك وما فيك هنا صقر عارف أن اللي ضربوه هذول كانوا مرسولين من صديقة وليد قال أنا يوريك ما راح أخليك ويقوم صقر توقع وش سوى راح إلى سوق يسمونه السوق الدكرة اعتقد الدكرة يعني اعتقد إذا مضيع الاسم هذا السوق يبعون فيه الإسلاح على فكرة ترى باليمن الإسلاح ينباع فيه محلات بيع الأسلحة أي واحد يقدر يجي يشتري إلا الأسلحة الثقيلة والأسلحة الشوي يعني مثل بازوكا قنبلة يدوية لا لا هذا لازم يكون فيه تصريح أو على الأقل يكون عندك هوية عسكرية وكذا ويروح هذا صقر حق المحلات هذا اللي يسمونه الدكرة ويشوف له فيه محل عنده قنبلة يدوية قال هذي تقريبا 20 ألف ريال ليش قال باشتريها قال لا لازم يكون عندك هوية عسكرية قال زين وفعلا راح جاب له هوية عسكرية لأن صقر هذا كان سبق أنه دخل للجيش وطلع ولمح وياخذ القنبلة اشتوى فيها راح استعجر واحد من هالبلطقية قال أشوف أبيك تركب معاي في الدراجة تكون أنت بخلفي وننتظر واحد ينقال لوليد إذا مر وهو دايما رايح رادي يوصل للعالم إذا مر بدراجة النارية راح نلحق إحنا ولما نجي جنبه أبيك تفتح القنبلة يدوية هذه وتحطها داخل ملابسها وإحنا ماشيين قال تم طبعا مقابل المال وذاك اليوم يتحبلون حق وليد والمصادفة السيئة جدا أن وليد تو مركب صبيان صغار عمارهم عشر سنوات ودعي سنة يبيوصلهم بأجرى لكن هذا صقر خلاص الحقد عمعيونه ويقوم يطارد الدراجة النارية اللي يسوقها وليد ويمشون وراه وراه كذلك هالبلطقي وأول ما شافه وليد خفف سرعته عند أحد المطبات ويقوم اللي وراه يفتح القنبلة اليدوية ويحطها داخل ملابس وليد ويمشون عندنا وليد اخترع من الموقف يعني واحد يحط داخل ملابس شيء ما شاف ما لح حق يوقف علشان يطلع شنو اللي يدخل بين ملابسه إلا وتنفجر فيه القنبلة ويموت وليد وصبيان الصغار اللي معاه اللي بعمارهم داعش وعشر سنوات وتصير كارثة في هالقرية وبس أهل وليد حتى أهل الصبيان هذول شنو ذنبهم وصار تحقيق في الموضوع ومن اللي له مصلحة في قتل وليد ومن اللي له مصلحة كذلك في قتل الصبيان الصغار وشنو علاقة في المهم وتنقل بالدنيا يدورون يدورون ما حد شاف منه اللي ألقى عليهم القنبلة اليدوية ما حد كان شاهد في الموضوع وتمر الأيام ويجستدعون ضابط مباحث جابوه من صنعاء وهذا ضابط الظاهر عندهم يعني جنائي قديم وعنده خبران فلما قالوا له أن الأسلوب المستخدم في القتل هو قنبلة يدوية قال بس ويروح حق أشهر الأسواق اللي موجود اللي هو أقول لكم عنه اللي أعتقد اسمه ذكرى ويقعد يسأل المحلات منو فيكم ضاع قنبلة يدوية وإذا ما طلعتولي هالشخص هذا راح تكونون كلكم مشتبه فيكم القنبلة هذي تقولوني منو بعتولة علشان أفك المهم كل المحل يدخلون عليه ويطلع واحد من أصحاب المحلات قال أنا بعت قنبلة يدوية لكن قبل فترة يعني ما كم يوم يعني بعتها على واحد ينقل له صقر وهذا عسكري قال شون عسكريتش يطلع لهوية العسكرية اللي عطاه صقر خذ منها صورة وخذ صورة بطاقتها المدنية ويطيرون حق صقر ويلقون القبض عليه قال لهم ليش وانا شن سويت قالوا لأ أنت تعرف وليد قال ايه نعم وليد صديقي وكذا صديقك وين القنبلة اليدوية اللي أنت اشتريتها ذاك اليوم من السوق قال لا أنا ما اشتريت قالوا لا صاحب المحل مصور بطاقتك ومصور هوية عسكرية أنت مسلمها له وباع لك القنبلة اليدوية واجه هو في الموضوع خلاص انكشف ويعترف بالموضوع أنه والله حصل خلاف بينه وبين صديقة وليد وتطور هالخلاف وهذاك شاف لبلطية ضربه وصقر وصقر حب ينتقم بهالطريقة هذه طبعا القصة هذه صارت قبل شهرين وإلى الآن يعني القضية جارية وما تم محاكمة لا صقر اللي تم ضبطه مع البلط اللي معاه وننتظر الحكم يعني لازم ياخذ جزاء العادل يعني لأنها راحة أرواح بقنبلة يدوية وأنا والله الله يحميكم والله يا أهل اليمن على البلاو اللي تشوفونها والأسلحة اللي قاعدة تنباع بشكل يعني عادي اللي هي الأسلحة القصدية الرشاشات مثلا المسدسات والقنابل اليدوية يعني شنو متوفرة يعني والله العظيم مشكلة الله يعني يتمم عليكم الأمن والأمان ويحفظكم بحفظه هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر